أكد الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون اليوم نثقة بين شعبنا والمؤسسة الدولية نالها بعض الفطور وقال رئيس الوفد الوطني عن أنصار الله محمد عبد السلام في كلمة ألقاها خلال اللقاء مع بانكيمون أن ترك طائرات الأدوان تفتك بالصغير والكبير وكل شيء جميل في اليمن إلا ما ندر من بعض البيانات التي يتم التراجع عن بعضها كما حصل فيما يتعلق بالقائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال أثناء الصراعات ثمن عبد السلام موقف الأمين العام للأمم المتحدة الشجاع الذي أوضح فيه سبب رفع دول الأدوان من اللائحة السوداء وأن ذلك كان نتيجة لضغوط وتهديد بقطع مساعدات ولفترة مؤقتة وكأن أولئك مع فعلتهم الشنيعة يريدون أن يقتل أطفال اليمن مرتين مرة بطيران الأدوان ومرة بالصمت الأممي وطالب الأمم المتحدة بتكثيف جهودها داخل اليمن عملا بمواثيقها ومبادئها الإنسانية وشدد على أن البلد قائم على التوافق منذ بداية المرحلة الانتقالية وانطلاقا من هذا المبدأ ورغبة صادقة من قبل جميع اليمنيين بالسلام في الداخل وإيمانا راسخا بالحوار واعتباره السبيل الوحيد للحل في اليمن وعشر إلى حرص الوفد الوطني للالتقاء مع الآخر في منتصف الطريق لنكمل سويا المرحلة أو الرحلة نحو يمن للجميع وأكيدا الحرص على السلام والاستقرار في اليمن والشعب اليمني عانى الكثير جراء الأدوان ولفت عبدالسلام في كلمته إلى أن العضوان الشامل على اليمن والحصار ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة منذ خمسة عشر شهران ارتكب فيها المعتدون أبشع أنواع الجرائم وغرقوا في بحر من الدماء في كل مدينة وقرية وعلى كل جبل وسهل وفي بطن كل واد مخلفة دمارا هائلا وخرابا عريضا طال اليمن أرضا وإنسانا وأكد الوفد أن استمرار الحصار له تداعيات كبيرة على اقتصاد البلد محدثا تمزقات عميقة طالت مختلفة الشرائح المجتمعي والأسرة لافتا إلى أن الحرب باتت مصدرا للارتزاق وكسب المال الحرام على حساب دماء الشعب اليمني المظلوم وضف أن الوضع يتطلب رفع الحصار بشكل عاجل وتحرك عاجلا لتلافي كارثة إنسانية كبرى قد تحدث وبيّن أن ثورة واسعة انطلقت في العادي والعشرين من سبتمبر 2014 تطالب بإصلاحات اقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وشكلت حكومة بموجب اتفاق السلم والشراكة الذي رحب به العالم أجمع وأكد أن ما تسبب به العدوان من فراغ فلن تستفيد منه سوى قوة ظلام من القاعدة وداعش وهو ما بدى جليا في مناطق مختلفة من البلاد وشدد على أنه لن يتصدى للقاعدة وداعش أو يقضي عليهما إلا دولة ذات سيادة قوية في الداخل وليس باستقدام قوات نجابية تدعي مكافحة الإرهاب وهي تتخذ حصانة طروادة للتغلغل والتوسع على حساب التراب الوطني في ختام الكلمة تقدم الوفد الوطني بالشكر وجزيل الامتنان لأمير دولة الكويت وكل مسؤولي الدولة والشعب الكويتي الشقيق على ما يقدمونه من دعم لا محدود من أجل إنجاح هذه المشاورات والوصول إلى السلام كما أثنى بالشكر لمبعوث الأمين العام لأمم المتحدة وفريقه على الجهود التي بذلوها وما زالوا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن السعيد وكان الوفد الوطني في بداية كلمته قد رحب بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وإطلاعه عن كثب على مجريات مشاورات السلام اليمنية والدفع بها نحو الحلول المنشودة التي يتطلع إليها الشعب اليمني وفق مبادئ منظمة وواضحة متوافق عليها تطبيقيا